هذا ما يتعلق فقط بالقضايا المالية تعلق بالقضايا المعنوية أيضا القضايا الطلاق قضايا الحضانة يعني معالي الوزير الآن اللي سمعك اللي متعلق معاملته بالتنفيذ ما منفذ الآن بهذا البرنامج اللي سمعك من حقه يجي يقول لك أنا عندي معاملة ما منفذ وماكو معاملة ما تنفذ لأن قرار عندما جوز تلكه جوز تسويت جوز مماطلة طبعا هذا معروف عني يعني أبوابي مفتوحة أي شخص أي مواطن يرى تلكه في تنفيذ أحكام التي حكمت يعني أطراف الدعوة سواء دائن أو المدين يشعر بوجود غبن أو تلكه أو محاولة لابتزاز أو محاولة لعرقل التنفيذ الأحكام القضائية أبوابنا مفتوحة ونستمع لهم ودائما ما نشكل لجان على الأضابير المهمة والأضابير الحساسة أطراف دعاوي كبيرة ناز مؤثرين موجودين الدائن والمدين في ملفات كبيرة لكن بسبب إشرافي وبسبب الشفافية التي نتبعها يعني في أحد الملفات الكبيرة اللي كان مبلغ الدين كبير جدا وكان أكثر من سبع أطراف يتنافسون على هذا الدين أنا أقنعت جميع الأطراف بأنه حتى تكونون على يقين بأن وزارة العدل تحقق العدالة وتنفذ القانون حكم القضاء كما هي نجلس معكم ويجلس مدير العام معكم وكلكم تفضلوا لجلسة التنفيذ وأمام الإعلام وبشفافية تامة يقوم المنفذ العدلي تحت إشرافنا وتحت رقابتنا بتنفيذ ثقرات الحكم القضائي في حال وجود أي تلكو أي إنحراف في تنفيذ الحكم القضائي تستطيع أن تعترض ونذهب بالألطاع المالتك إلى القضاء والقضاء يحكم بالتظلم الذي أنت تقدمه هذا الأمور دكتور حميد يعطي إطمئنان لدى المواطن بأن حقه في أياد أمينة وتشعره بأنه الوزارة طرف محايد لا يقف مع هذا الطرف ضد طرف الآخر وهذا ما نبتغيه لأن العدالة قبل ما يكون في تصوري استحصال على الحق أيضا الشعور بأن حقك مضمود شعور بأن الدولة أنصفك من خلال مؤسساتها اللي وزارة العدل هي أحد مؤسساتها العدلية المهمة لذلك هذا الملف فيما يتعلق بالقضايا المدنية في القضايا المتعلقة بالجنائية أخوة جنابك تعرف عندنا اليوم 65 ألف نزيل 65 ألف نزيل سجين محبوس بين أربع جدران هذا مسؤوليتي أن أوفر لهم الماء الطعام الإقامة التي تليق بحقوق الإنسان توفير تجيزاتهم من الملابس من أكبر شيء إلى آخر شيء عندنا مرضى عندنا أمراض عندنا كذا نحتاج إلى رعاية صحية نحتاج إلى رعاية طبيعة هذه الأمور كلها تقع مسؤوليتها في تصوري على عاتق الوزير لذلك نعم مسؤولية كثيرة ترجمة نانسي قنقر